بسم الله الرحمن الرحيم اهداف المحاضرة ان شاء الله هنقوم بتأمين وجهات السيسكو كاتاليست سويتش من خلال تفعيل البورت سيكوريتي عنا برنامج الباكت تريسر بنضيف اي كاتاليست سويتش في عندنا مثلا الكاتاليست الفين سعمية وستين بنضيف ثلاث اجهزة عشان نعمل شبكة باستش بدينا نعطيه اي بي علىита非لان واحد وحننعطي اي بي واحد ساة اتنين واحد sette تمانية واحد واحد والماسك طبعا اربع واثرين الموجهجة هذا نعطيه اي بي واحد ساة اتنين واحد ستة تمانية واحد اتنين والماسك اربعة وعشرين عندنا القيتوي هيكون عنوان الاسويتش واحد سعى اثنين وستثة ثمانية واحد واحد بدنا نكرر لباقي الاجهزة بس بس هن جهاز ثلاثة هن عندنا قلنا هذا اثنين هايكون اربعة اذا عندنا ثلاثة اجهزة هيكد هنعنونهم هنوصل الاجهزة من خلال مع فاست اثنينت زيرو باي وان الفاست اثنينت يختار فاست اثنينت زيرو باي تون فاست اثنينت زيرو فاست اثنينت زيرو باي تري بدنا نعنون نعنون هذا الجهاز هنعطي 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 وانوال لسويتش تمام هنعطي هدا اليهاز ابدو الاتسات 2-168-1-3 ونفس الـ Gateway الاتسات 3-168-1-1 الد找 الاتسات 3-168-1-1 الاتس자 الأخير الشبكة الاتسات 2-168-1-4 الاتسات 2-168-1-1-2 عمان الاسويتش. مبرمج الاسويتش. هالكوماند لاين انترفيس. بنروح على الصغة المستخدم او البربلج مود. بعدين هوس تنين. اس دابليو واحد. انت بيلان واحد. اي بي ادرس. واحد سا اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد. والماسك 255 255 255.0. نو. نو شت. اكزيت. الان عنا. بدنا نعمل رينج انترفيس. اي بي. انت. رينج. اف اي. زيرو باي. واحد داشت. ثلاث وجهات داشت بدنا برمجها. اه. انت. انتر انج. اف اي. زيرو باي. وان. تو. تري. تمام. سويتش بورت سيكوريت وفعل البورت سيكورتي Deutsch port Richards ماكستيكي سويتش بورد بورد سكوريتي ماكسيمم 1 سويتش بورد بورد سكوريتي فيوليشن شت داون انت نعمل نعمل شو بورد سكوريتي هاي عندي الفاس اترنت 1 2 3 ماكسيموم IP أدرس هيكون لهم واحد 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 زي ما احنا حددنا لسه محدش اخد اي بي منهم عشان ياخدوا اي بيات بدي اعمل بينج بروح منها انا بعمل بينج للبورت بينج واحد تسات اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد نعمل بينج للجيتوي للسويتش تمام عمل في اتصال الان نعمل شو بورت سيكوريتي مرة تانية عشان نشوف الفرق شو بورت سيكوريتي هاي بلاحظ انه البورت اخد اي بي ادرس او ماك ادرس عنوان ماك ادرس نجي نعمل بينج لالجيتوي مرة تانية من الجهاز الاخر انتر نكرر عشان الفكرة توضح مرة تانية نعمل شو بورت سيكوريتي هاي بلاحظ الجهاز التاني اخد ماك ادرس نروح للجهاز الاخير نعمل بينج واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد تمام برضو للتأكيد هاي شو بلاحظ انه كل البورتات اخدت ماك ماك ادرس الان عشان بدي اعرف مين حاول يغير البورتات نضيف جهاز على فرض انه هذا الجهاز عبارة عن شخص هاكر اعرف الاي بي تبع جهاز بي سي ستة هنا اللي هو عنوانه واحد ساة اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد اتنين تمام والماك ادرس اه القيتوي واحد ساة اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد وقطع السيلك واخد سيلك تاني وصلناه مع الجهاز الجديد طبيعة الحال مش هيكدر يصل لالسويتش لانه ماكسيمام ماك ادرس حددناه لهذا الجهاز فاي ماك ادرس جديد السويتش مش هتعرف عليه من خلال البورت اف اي زيرو باي تلاتة استنى شوية بس يشتغل البورت بعدين بينا نحاول نعمل بينك هنلاحظ انه السويتش بيسكر البورت لا نعمل بينك لا السويتش واحد ساة اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد انتر هنلاحظ هنا انه على طول سكر البورت تمام ومنع الجهاز يصل لانه الماك ادرس تابعه بيختلف عن الماك ادرس للجهاز هذا فابنيجي هن لو عملنا الشو بورت سيكوريتي بنلاحظ انه هنا زاد واحد هنا بمعنى انه البورت رقم ثلاثة تم تغييره وتم اضافة جهاز دخيل على الشبكه لا الان القطوه الاخيره ان احنا لو حوالنا نرجع كل شي زي مكان برضه هيضل البورت مغلق تمام عشان احل الموضوع هذا لازم اعمل ريسيت لف اي زيرو باي ثلاثة بعدي عالسويتش بعمل ريسيت لواجهة زيرو ثلاثة كونفيك تي انترفيس اف اي زيرو باي ثلاثة بنقوله شط في الاول بعدين نو شط عشان نعمل ريسيت هايو غلي اب والان بقدر دخل الجهاز على الشبكه وانتهت العملية ورجعت الامور زي ما كانت فالان لو حاولنا نعمل بينج بس البورت يشطل لو حاولنا نعمل بينج مرة تانية حاولنا نعمل حاولنا نعمل باكد بنكون انهينا شو بورت سيكوريتي تم تصليح الخطأ بكون انهينا هداف المحاضرة تفعيل البورت سيكوريتي على السويتش اشتركوا في القناة